هذا ونبقى في غمار دور المحترفين حيث يحل مغير السرحان ضيفا على الجزيرة عند التاسعة إلى ربع من مساء يوم غدين على ملعب البدرة مغير السرحان يسعى إلى الضفر بنقاط المواجهة الثلاث من أجل الابتعاد عن المراكز المتأخرة على جدول الترتيب حيث يستقر الفريق حاليان في المركز العشر برصيد أربع نقاط في المقابل لا يزال الجزيرة يبحث عن انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم حيث يقبع الفريق حاليان في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة فقط أغلب الشوت الثاني كل اللعب كان في مراتق الرمثة ولكن الرمثة هو من أحرز ثاني الأهداف روض الكرة في الجهل يبدأ أومر عواجل عرضيه يا السلام